نتواجد الآن في الخطوط الأمامية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في الجهة الشمالية من مدينة تعز حيث تدور مواجهة هي الأعنف منذ صباح هذا اليوم بعد قيام قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بشن هجوم على معاقل الميليشيات الإنقلابية المتمركزة في هذه الجبهة تمكنت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بعد القيام بهذه العملية العسكرية من تحرير عدة مباني كانت تسيطر عليها قناصة تابعة لعناصر الميليشيات الإنقلابية والتي كانت تقوم بقنص المواطنين وللحديث عن آخر التطورات في الجهة الشمالية من مدينة تعيز ينضم إلينا هنا القيادي في الجيش الوطني محمد محسن ليحدثنا عن آخر التطورات في الجهة الشمالية من مدينة تعيز بحمد الله عز وجل تمكن أبطال اللواء الثاني والعشرين مشاه القطاع الثالث والقطاع الرابع في شارع الأربعين الأربعين الشرقي والأربعين الشمالي بالقيام بخطة تفصيلية للسيطرة على بعض المناطق المسيطرة والتي كان من خلالها يقوم الإنقلابيون بقنص وقتل الأبرياء ويعاقة حركتهم وذلك بالتعاون والتنسيق التام مع أبطال اللواء وصقور اللواء المئة وسبعين دفاع قوي وبحمد الله عز وجل تحقق الكثير من هذه الخطة وتمت سيطرة على كثير من المناطق المراد السيطرة عليها وهذه خطة تفصيلية لخطة متكاملة للتقدم حتى شارع الستين بإذن الله عز وجل إذن هي عملية عسكرية تواصل القيام بها قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية هنا في الجهة الشمالية من مدينة تعيز فيما تحتدم المواجهات في جبهات الريف غرب المدينة وعلى امتداد الخطوط الساحلية وهو ما يؤكد عزم قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية على تحرير هذه المدينة من عناصر الميليشيات الانقلابية حمزة أمين قناة بن قيس من الجهة الشمالية لمدينة تعيز